اشتركوا في القناة على الحركة الامامية فاليوم في الساعة تقريبا نقدر نحكي معني 48.45 دقيقة صباحا من صباح يوم السبت الزهرة رح يرجع للحركة الامامية هو موجود بالجدي كان يتراجع اله فترة الآن بده يرجع للحركة الامامية ورح يضل في برج الجدي فترة تقدمه للحركة الامامية لغاية تاريخ 36 طيب الآن بما انه فقد نحوسته طبعا هي من بعد التراجع بده يرجع لسرعته الطبيعية وبعديها ببلش يعطيه سعودته ولكن انه بده تأثيرات سلبية موجودة كأنه بتراجع لمدة الخمس ايام فعشان هيك احنا منهول لغاية يوم اربعة شهر اربعة اثنين بيكون اعطى طاقته الايجابية الكاملة وبكون انها عطارد برضو اللي بيتراجع انها تراجعه فبتصير الاجواء افضل بكثير من الفترة الماضية اللي احنا مرينا فيها بالنسبة للزهرة معروف عنه هو الساد الاصغر معروف عنه هو اخف بالسعودة من المشتري فعشان هيك دائما مننتظر احنا تنقلات الزهرة لتدخل على الابراج لانها بتعطيها طاقة ايجابية عالية جدا وخصوصا انه صفات هذا الكوكب اللي هي العاطفة يعني بيعزز العاطفة والحب والارتباط والزواج والجمال والامور هاي وبرضو الجاذبية بيزيد من حيوية الابراج وطاقتها وجاذبيتها فبتصير مرغوبة ومحبوبة اكثر بتعزز الامور اللي الها علاقة بالفن بكل انواعها حتى الامور اللي الها علاقة بالهوايات قدرة الاقناع والتفاهم بتصير عالية جدا برضو عند الاشخاص بيقدروا يشرحوا وجهة نظرهم ويقنعوا ويسوقوا او يروجوا لسلعة معينة بالفترة هاي برضو تعطيهم حظوظ وبرضو الحظوظ اللي الها علاقة بالامور المالية على حسب وجوده في اي برج او في اي طالع ولكن من سلبياته انه لما بيكون منتحس او بيكون مشكل زوايا سلبية بتزيد عنا نقطتين الغيرة اللي بتصير مش مسيطر عليها اللي هي الغيرة السلبية وبتزيد العنادة فبيعند الشخص على مسائل يعني ممكن نكون في الوقت في الظروف العادية ممكن انه يتجاوزها طيب الان احنا بدنا نعرف اذا الفترة هاي رح تكون ايجابية ولا سلبية هو طبيعة الحال لما بدخل على برج بعطي ايجابية ولكن احنا عادة في ناس او من بعض الاخطاء اللي بيرتكبوها بعض الفلكيين انه بيجي بقولك باعتمد على انه في غبوطه او في وباله وخلص يعني هيك اعطاه كل النحوس طيب ما هو هذا الكوكب ممكن يشكل زوايا ايجابية يصير اذا هو سلبي يصير ايجابي او ممكن يكون هو قوي جدا زي الزهرة ويشكل زوايا سلبية ويكون في وباله فبيكون قديش نسبة الانتحاسة هاي ونسبة الضرر وقديش بدها تستمر وايش اللي انا بدي اعطات منه في هاي الامور الان هو بما انه رح يكون موجود في برج الجدي فموليد برج الجدي هم اكثر المستفيدين بالدرجة الاولى لانه رح تتعزز عندهم الامور العاطفية وامور الارتباط وامور الزواج الحب الغرام الامور هاي كلها رح تزيد عندهم بشكل كبير طيب الابراج الاخرى اللي هي زي الثور والعذراء والابراج المائية زي السرطان والعقرب والحود وكمان كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الجدي هذولا رح يكونهم مستفيدين بدرجة ثانية بعد الجدي ماشي طيب الان في ابراج اخرى رح تستفيد اكثر كمان اللي هي بنا نصنفها الدرجة الثالثة اللي هم الابراج الترابية والمائية واللي خصوصا بكون موجود الزهرة اساسا في هاي يعني الزهرة موجودة في الثور او الزهرة موجودة في العذراء او موجودة بالسرطان او موجودة بالعقرب او موجودة بالحود فهدولا الدرجة الثالثة بالاستفادة لانه في هاي اللحظة رح يشكلوا زوايا ايجابية اللي هي زاوية تسديس او زاوية تفليث او زاوية المقابلة او زاوية الاقتران فهدولا رح يكونوا مستفيدين بشكل كبير برضو من تواجد كوكب الزهرة في برج الجدي يعني نطلع من الملخص أنه برج الجدي مستفيد أول اللي بيكون موجود عنده الزهرة في برجه في برج الجدي مستفيد أكثر وأكثر الأبراج الترابية والمائية وإذا تواجد فيها الزهرة كمان بتعزز طاقتهم أكثر وأكثر طيب الآن بدنا نشوف إحنا إيش الزوايا اللي رح يشكلها الزهرة اللي على أساسه رح نحسب مع أنه هو أساسا لما بدخل الزهرة على الجدي ما بيعطيها الأفضلية الكبيرة يعني بيكون ضعيفة شوي ولكن بدنا نشوف الزوايا إحنا عشان نحسب هاي الأمور فمنيجي منشوف أول زاوية وهي زاوية اقتران وهي زاوية ممتزجة يعني بين السعودة والنحوسة رح تكون فيها سعودة وفيها نحوسة في نفس الوقت وهاي رح تكون ما بين الزهرة وما بين المريخ فهنا واو بدكوا تنتبهوا بشكل واضح على المعلومات اللي أنا رح أحكيها عن هاي الزاوية طبعا هاي الزاوية هي ذروتها رح تكون يوم 16-2 ولكن في شهر ثلاث رح تتشكل هاي الزاوية كمان مرة اقتران ما بين الزهرة وبين المريخ يعني رح يظلوا ماشيين الزهرة والمريخ مع بعض جم بعض في الخرطة الفلكية لغاية يوم 17-3 عشان هيك التأثيرات بنقدر نحسبها من يوم ثمانية اثنين ليوم 17-3 الزاوية الممتزجة هاي فعالة فعشان هيك بتكون تنتبهوا أول إشي من ناحية إيجابية هي تعطي إنه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة العلاقات العاطفية الناجحة مش اللي بهدي بعلاقة مش اللي لسه بده يتعرف على وحده أو بده يروح يتعرف أو بده يتعرف على حدا معناته هاي علاقة ناجحة لا العلاقات المستقرة أساسا فيه علاقة وناجحة من الأساس فهدولة بتتطور العلاقة ما بينهم بشكل أكبر وبصير فيه تفاهم أكثر طيب السلبية شوي تجعل التفاهم مع الأشخاص اللي حولنا الناس اللي بنتعامل معهم فيها نوع من أنواع الصعوبة هاي واحد اثنين أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية طيب إيش زي إيش حكينا أن الزهرة إلها علاقة بالغيرة إلها علاقة بالشك وإلها علاقة بالعنادة عشان هيك الأزواج الزوجة اللي بتغار على زوجها أو الزوجة اللي بغار على زوجته ما يحكم عليها بالفترة هاي بس لأجل أنه هو شك بس مجد في ضنون أو في شكوك لأنه هذا الإشي بيدمر العلاقة وهنا بتتفاقم الأمور وبتكبر وبتصل لنتيجة يعني صعب أنك تسيطروا عليها بالمحصلة أكثر شي بما أن الزهرة والمريخ وإلها علاقة بالعاطفة والجنس يعني الزهرة إلها علاقة بالعاطفة والمريخ إلها علاقة بالجنس هنا في كثير من العلاقات راح تكتشف خيانات للناس اللي يا بتحبهم يا العلاقة معهم يا متزوجين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين الزهرة وبين نبتون فيه انسجام عالي جدا ما بين الكوكبين هدولا وبرضو هاي زاوية تسديس وهاي زاوية راح تكون يوم 24-2 تأثيراتها من يوم 21-2 لغاية يوم 27-2 بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا يعني زاوية إيجابية قوية بتعزز الطاقات بشكل كبير وهاي الزاوية بتيجي في نفس وقت الزاوية الأولى فبترفع نسبة الارتباط والزواج لأبراج التي هي الترابية والمائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية وهاي شوي بتكون ديروا بالك في فترتها وهي طبعا هي ذروتها يوم 3-3 ولكن هي بتأثيراتها من يوم 1-3 له يوم 6-3 بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن نصدر قرارات يكون صعب التراجع عنها يعني بتعصب وبتعند وبتتخذ قرار وبما إنه إلو علاقة بالعاطفة وإلو علاقة بالدمار فهنا ديروا بالك من قرارات عاطفية لكال انفصال هي بتكون في أوجهة بالفترة هاي أو اللي بصير عندهم رغبة بالانفصال أو مش طيقين الحياة وبدهم ينفصلوا أو بدهم يتطلقوا أو بدوا يطلق زوجته أو شك فيها بدوا يطلقها انتبهوا بشكل كبير من هاي الفترة لأنها تفقدوا السيطرة فيها لأنها ممكن تنهي العلاقات الضعيفة وتسبب الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية فهنا بنيجي بنطلع بما إنه هو ما فيه متنفس إلو في برج الجدي للزهرة والآن فيه زوايا شفنا واحدة ممتزجة فيها نسبة إيجابية موجودة وبرضو فيه زاوية إيجابية بعديها والمدى طويل معناته الغالبية العظمى اللي رح تكون تأثيراتها على هذا البرج أو على هذا الكوكب هو تأثيرات إيجابية طبعا ما تنسوا التنبيهات اللي أنا نبهتها حتى لو هو إيجابي ولكن زاوية الاقتران فعالة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا من تصرفاتكم وقراراتكم وخصوصا العاطفية فعشان هيك نعطي صورة إنه أغلب الوقت إيجابي يعني أغلب ومكوته في برج الجدي رح يكون في إيجابية فعشان هيك رح نعطي توقعات إيجابية أكثر ولكن التنبيهات اللي أنا حكيتها جميع الأبراج بدهم ينتبهوا منها ومن ردة الفعل عليها طبعا عشان بيجي أشخاص بقولك طيب أنا مولود وعندي زهرة موجودة بالجدي طيب هاي شو بتعطيني صفات عادة الشخص اللي بنولد عنده الزهرة بنولد والزهرة موجودة بالجدي هدولة أول ما تيجي تتعامل معهم بتفكرهم عندهم برود عاطفي أو عندهم ما عندهم عاطفي ما بيفكروا بالعاطفي نهائيا ولكن لما تيجي تتعامل معهم وتعرف تتعامل معهم وبتجد أنه عندهم عاطفي قوية ولكن هم بعرفوا يسيطروا على عاطفهم بشكل جيد طيب إيش التأثيرات على الأبراج وعلى الطوالع الآن لما أنا باجي بقول برج وطالع يعني أنت برجك حمل وطالعك أسد بتسمع برج الحمل وبتسمع الأسد اللي أنا رح أذكره عن الحمل واللي عن الأسد إذا كان العكس بتسمع برضو عن الأسد وتسمع عن الحمل لأنه هدولة اتنين ادمجهم مع بعض بتطلع أنت بتوقعاتك لحالك أنت حمل وطالعك ثور اسمع الحمل واسمع الثور أنت طالعك جوزاء بس وبرجك جوزاء اسمع بس الجوزاء ولكن الأفضل أنك تسمع برجك وتسمع طالعك الطالع اللي ما بعرف طالعه في روابط موجودة في صندوق الوصف لا أول إشي كيف تستخرج طالعك وموقع بتدخل عليه تستخرج من خلاله طالعك على حسب ساعة الميلاد ما عرفت أو أنت بين مسافتين بين برجين وما مش عارف في جدول أسهل برضو بعطيك بتقدر من خلاله تحدد بذكر فيه صفات الطوالع أي شيء بتشوف على أقرب صفة لإلك فأنت بتحدد طالعك اللي بيجي بقولك أنا بحدد لك طالعك حتى لو ما بتعرف الساعة بالثواني فهو نصب واحتيال وهو عملية حسابية مش صحيحة لو إجيت حسبت عليها أو حسب لك على أنه مولود الصبح مولود الظهر مولود العصر مولود ثاني يوم بيطلع لك نفس الطالع بيقولك الدرجة اللي فلانية والثانية اللي فلانية ولمش عارف إيش فطلعك كذا لأنه أساسا النفس المعادلة لما برجع هو بيحسب اللي هي الجماع القمر مع الشمس اللي هو نيرين أو تقابلهم لأقرب ساعة ميلاد وبعدهم بصير يحسب ده الدرجة والكوكب الدرجة ومين الأقوى بدو يطلع المبتز ويجمعهم مع بعض وبعدين بيحسب على أي درجة وبرجع الطالع للدرجة بحطها أقرب للوتد يعني أنا بعرف الطريقة الحسابية هاي واشتغلت عليها ولما اكتشفت يعني ما حسبتها لناس لأنه على طول أجاب في بالي إنه طيب لو واحد مولود الساعة ستة بدي يطلعني الساعة خمسة طيب مولود الساعة سبعة أو احسب عليها بترجع على الخمسة على الثمانية احسب عليها بترجع على الخمسة لأنه الكواكب اللي بنحسب عليها هي كواكب بطيئة وما تحركاتها قليل بطيئة جدا فعشان هي بيرجعك على نفس الطالع لأنه انت في هاي الساعة مولود وانها هاي الدرجة والثانية والدقيقة فهاي خاطئة تماما ومش صحيحة وهي عملية استغلال للعقول لما الناس اللي ما بيعرفوا طالعهم بروحوا بيدفعوا لهم فلوس وهم بحسبوا الحس بهاي فباخذك بالكم الكلام اللي بحكيه وفي الآخر بلبسك في طالع هو مش طالعك وبتصير انت يعني تتوهم وتقول طيب مش زابطة بقى لا لا خلص مني دفعت فلوس لا زابطة زابطة وبتمشع هالكلام فعشان هيكي ما بناخذ بهذا الكلام اذا ما بتعرف ساعة ميلادك بالضبط صعب انه نطلع لك اياها الا باسئلة واحداث بتصير معك واشياء صارت معك في حياتك وطبيعة جسمك تكوينك زواجك ميلادك اولادك افراحك اطراحك كلها هي بدها ينسائل عنها عشان انا اخذ اقرب درجة ممكن اوصل لها ممكن اوصل بالخمسيات ممكن اصل بالعشتريات ولكن بالنهاية من قرب للطالع باقرب احتماليات ومعليش طوالت عليكم بالكلام ولكن هاي نقطة لازم الكل يكون احافظها وفاهمها خلينا نروح نشوف نسمع او نحكي عن البرج والطالع لكل الابراج اول اشي رح نحكي عن برج الحمل واللي طالعهم حمل فهدولة بتتركز الاستفادة عندهم بما انه هذا البيت العاشر لا الهم فبتتركز الاستفادة في تدعيم مراكزهم الاجتماعية والدفاع عن مصالحهم في مجال العمل او عمل جديد او فرص عمل جديد هاي الفترة فيها نوع من انواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للتعرف على اشخاص من وسط راقي او من منصب عالي جدا وممكن اشخاص منك يحصلوا على تكريم او على ترفيع بهذه الفترة برج الثور واللي طالعهم ثور بيستفيدوا في مجال الدراسة والاكيديمية والمواضيع القضائية والسفر البعيد والحجرة عمليات الاستراد والتصدير طبعا هاي كل هالامور وتوابعها ومشتقاتها انتو بتستفيدوا فيها بشكل كبير بيكون سلوكوا بهاي الفترة جيد جدا ممكن تحصلوا على تقدير الاخرين او ترفيع او انتحانات تنجحوا فيها وهي فترة مناسبة للتنقلات والسفريات وحتى امور الهجرة برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء طبعا هاي الفترة بتحمل فرص لها علاقة بالمكاسب المالية المكاسب المالية بتيجي من تركة او ميراث او تعويض او قرض بنكة او شراكة معينة كلها هاي ممكن تجيب لك فرص مالية وفيه اشخاص يعني ممكن انه من اموال الزوج بتستفيدوا من مكاسب عن طريق الزوج او عن طريق شراكة او هبات نوع من انواع الدعم او تحصيل اموال للكم كان صعب انك تحصلوها بالفترة الماضية برج السرطان واللي طالعهم سرطان بيعززوا شراكاتهم في العاطفة باتمام خطوبة زفاف كذلك في مجالات العمل والمجالات الفنية والتجميلية هاي فترة مناسبة برضو للسعادة الزوجية بين اتنين ممكن كانت حياتهم فيها بعض المشاكل انه صير فيه تحسين للعلاقة مع الشركاء او مصالحة معينة او رجعة ازواج لبعض بهاي الفترة فهي ممتازة جدا وبرضو للشراكات المالية ممتازة والوقت مناسب برضو بكون للزواج وعقد القران الشراكة بانواعها الشراكات بتكون منتجة في هاي الفترة اه وممكن تصفية الخلافات بشكل ودي برج الاسد واللي طالعهم اسد بيعززوا العلاقة مع زملاء العمل وتتاح الفرصة الاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن يجب الحذر في هاي الفترة من البداني انه في قابلية لم يوليد برج الاسد انه يزيد وزنهم فعشان هيك انتبهوا لوزنكم بشكل جيد اه هاي الفترة في نوع من انواع الانسجام مع رفقاء في الوسط المهني ممكن عمل جديد او ترفيع او ترقية طبعا بما انه الزهرة رح تكون اغلب الوقت سعيدة فهي تعطيك طاقة للجسم انه يقاوم الامراض فعشان هيك بتمتعوا بصحة جيدة بالفترة هاي واذا صار في عندهم امراض بيكون يعني سريع جدا الاستشفاء من هاي الامراض او انه تنقذ من امراض خطيرة باقل الاضرار موليد البرج العدراء واللي طالعهم عدراء طبعا هم اكثر المستفيدين لانه بيجتازوا فترة مليئة بالحض اه العاطفي والمالي بيستفيدوا برضو النسوة للدخول في الحمل واللي عندهم مشاكل في الحمل بتستقر امورهم وبتثبت وبصير في نوع من انواع التشافي لا الهم وهي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية موليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان طبعا بيستفيدوا موليد برج الميزان بمجالات العقارات والسكن بيعززوا الروابط العائلية ممكن يسكنوا ببيت جديد او يرحلوا او يشتروا عقار او اللي بتاجروا في العقارات برضو بيستفيدوا بشكل كبير وممكن يحصلوا على ارباح مهمة من تملكهم العقار او تجارتهم في هذا الموضوع الحياة المنزلية شوي بتكون ممتعة اكثر من الفترة الماضية بيصير في نوع من الاتفاق والوفاق ولكن زي ما حكينا انتبهوا للتحذيرات اللي حكيناها عشان ما يكون في عصبية وتخربوا هالعلاقة موليد برج العقرب واللي طالعهم عقرب طبعا هي بتتركز على امور كثير ايجابية بالنسبة لالهم لانه برضو حكينا هذا برج حليف لالكم فاولها اول المستفيدين لانها بتقول فكر والذاكرة وبتحفز على الامور الدراسة والعلم وبصير في نشاط في الذاكرة فطلاب المدارس اللي في المراحل الثانوي والابتدائي هذولا درجة اولى بصير عندهم قدرة عالية جدا في الدراسة في الامتحانات برضو الفرص بتصير متاحة لموليد برج العقرب في امور الها علاقة بشراء سيارة جهاز اجهزة الكترونية تليفونات او الاهتمام في هاي المسائل بيعززوا العلاقة مع الاخوة ومع الجيران بشكل عالي جدا طبعا انت بطبيعتك اساسا لما بدخل الزهرة لانه برج حليف لالك فبيخليك مريح جدا للاشخاص اللي انت بتتعامل معهم محبوب وبتتمتع بقدرة كبيرة على الاقناع وهي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الاقارب والاخوة يعني بكل النشاطات ممتازة جدا موليد برج القوس واللي طالعهم قوس طبعا تتاح الفرصة لهم لمكاسب مالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي ولكن بتصير فرص اكبر لهي المكاسب هاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة فيه اشخاص منكم ممكن يحصل على هبات او مساعدات او دعم او يعني بتيجي عن طريق معاملات تجارية يعني فيه كثير من الاشياء المحفزة والدعم لهم ماليا واللي بتفتح مجال المكاسب المالية موليد برج الجدي واللي طالعهم جدي طبعا هم اكثر المستفيدين عاطفيا ماليا فنيا بيزيد لطفهم ارقتهم اكثر قيمتهم الاجتماعية اكثر واكثر وهي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية وبرضو بيصيروا ملفتين اكثر للجنس الاخر وفيه منكم راح يبدأ علاقة جديدة او تتطور العلاقات العاطفية من درجة لدرجة اعلى وممكن تصل حد الارتباط او انه يصير فيه زواج موليد برج الدلو واللي طالعهم دلو طبعا هنا اذا حدا من موليد برج الدلو بيزعل مني انا بزعل منه صحيح اني انا المعلوم اللي بدي احكيها بس اماني علمي لازم احكيها تتاح الفرصة لهم للتعامل مع مؤسسات كبيرة يعني شركات مستشفيات سجون اللي باخدوا تعاخدات دولا بيستفيدوا من هاي الامور او مؤسسات دولية كبيرة ممكن العمل فيها او تطوير اقامتك فيها ولكن اللي بدي احكيه هسا اللي هو يعني احنا معلومة اه ممكن كثير من موليد برج الدلو يبدأوا بعلاقات غرامية خفية من وراء الكواليس عشان هيك الزوجات اللي زوجهم دلو يعني احنا بس من الخير الكو بس ما تزعلوش مني لا هاي معلومة لازم احكيها يعني فبرضو بيميلو لمساعدة الاخرين والتضحية والاثار وهذا اشي طبعا بيرتد عليكم بالفترة القادمة بالخير ان شاء الله موليد برج الحوت واللي طالعهم حوت بالنسبة لموليد برج الحوت بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على اصدقاء جدد ومنهم اشخاص ممكن ينضموا لعضوية نادي او جمعية او يبادر احد الاصدقاء لتعني يحققوا مساعدة بواسطة احد الاصدقاء او الاشخاص ضن نفوذ او المعارف يكون وسطة لالهم فيحللهم مشكلة كان صعب انها تنحل بالفترة الماضية وممكن يتعرفوا على اشخاص من مستوى عالي جدا او يصير تواصل ما بينهم وبين هدول الاشخاص ويحللهم ازم ما هيك منكون انتهينا من حلقتنا لعودة الزهرة لحركتها الامامية في برج الجدي وكل اللي احنا حكنا هو مجرد حسابات علم معناش احنا علاقة لا بالتكاهن ولا بالتنجيم ولا بالمش عارف ايش في واحد زائد واحد يساوي اثنين هاي معادلات ثابتة بتتغير ايش يعني لو صار بعد سنتين ثلاثة نفس التراجع ورجع للحركة الامامية ورجع في الجدي ورعمل نفس الزوايا رح يحكي نفس الحكي ما رح يتغير الحكي اللي انا بحكيه ان كان مرة وتنتين وعشرة ومئة سنة لقدام ما رح يضل نفس الحكي عشان هيك منحكي هذا علم ثابت ما بيتغير على حسب مزاجي مش انا اللي باتحكم فيها على حسب الاخبار والمعطيات والمش عارف ايش وفي النهاية دائما مقول والله اعلم اذا اصبت فهو توفيق من الله اولا واخرا لانه هو اللي الهمني اني اتعلم هذا العلم بهذه الحسابات واصبت وان اخطأت فهو مني معنى تخطأ في حساباتي في شيء معين فانا اللي اغلطت فعشان هيكي بعتذر ولكن نأمل انه كل اللي احنا حدنا من خير يصير مع الكل اذا في اي شيء شر ما يصيب اي احد فيكو ربنا يعافيكو ويشافيكو ويبارك فيكو هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء